استكمالاً لسلسلة إياد نصار وهو بيقوم بأدوار ناس بتخون مراتاتها أتصور إن هو كسل شوية أثناء دراسته للسيناريو ده وبدل ما يدور على كلمة خيانة زوجية دور على كلمة خيانة بس فتورط في شخصية رئيس نادي بيخون لعيب كورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو المطاريد فيلم عربي جديد بينضم الموسم نص السنة اللي ماشي كويس بصراحة على مستوى كمية الأفلام بصرف النظر عن جودتها يعني بس قبل ما نبدأ في الكلام عن الفيلم عاوز أشكر بيتك على رعاية الحلقة دي بشكل خاص لأن من خلال الحلقة دي بيتك بتقدم لنا الميني كاش نفسكم تجيبوا تلفزيون 70 بوصة أو تلاجة 400 لتر أو موبايل فلاكشب بيست بيبدأ من 700 جنيه بس مع أسهل وأسرع نظام تقسيد في مصر ده دلوقتي ممكن لأن من خلال الميني كاش هتقدروا تقصطوا أي جهاز بدون مقدم لحد 48 شهر والفترة محدودة روحوا أقرب فرع من فروع بيتك 140 وحصلوا على رسيدة 8 15 ألف جنيه في 15 دقيقة بصورة البطاقة بس ودي مش كل حاجة فيه كمان خصم يصل لـ 50% على سعر المنتج فقط لحد 14 فبراير لما تقصطوا بالميني كاش على 48 شهر ودي برضو مش كل حاجة لأن بيتك كمان رجعت الكود الجامد بتاعنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة واللي لما تستخدموه في أي عملية شراء أونلاين هتحصلوا على خصم 10% وبحد أقصى 100 جنيه كل اللينكات اللي محتاجينها موجودة تحت في الديسكريبشن ويلا بينا نروح زيارة للمطاريد فيلم المطاريد أحداثه بتبتدي مع صلاح اللي عاش وتربح حياته كلها في أمريكا وبيرجع مصر بعد وفاة والده بهدف واحد وهو إنه يبيع كل الأملاك ويصف كل الأعمال ويرجع تاني لأمريكا ولكن أهم حاجة في الممتلكات داية هي نادي المطاريد اللي بيمتلكه والده والمتعثر بشدة واللي عشان يقدر يبيعه بالسعر اللي في خياله لازم يرجعه تاني فريق متكامل وبينافس في دور المظليم فبيستعين بفريدة اللي شغالة جوه النادي بهدف إكمال دراستها العليا وبيكونه فريق من لعيبة ما يعلم بيها لربنا ولكن هي دي الناس اللي ممكن يجيبوهم في منتصف موسم وتقريبا بميزانية صفر وبنشوف مع بعض هل صلاح هيقدر يحقق هدفه ولا تجربته مع المطاريد ممكن تخليه يغير تفكيره فيا ترى إيه اللي هيحصل طبعا أنا موقفي بالنسبة للمراجعة دي حساس شوية لإني شاركت في الكامبين بتاعت الفيلم وأنا دلوقتي ما بين نارين ممكن أتكلم كويس عن الفيلم فالناس تقول إن دا استكمال لمشاركتي في الكامبين أو لو تكلمت بشكل سيء يبقى أنا ضروري بأصد أوضح أو بتعمد أظلم الفيلم عشان محدش يقول علي أن أنا بستكمل مشاركتي جوه الكامبين فأنا كل اللي في إيدي هو إني وأكد لحضراتكم إن المراجعة دي مش جزء من الكامبين ومراجعة عادية خالص من بتوعنا حقول فيها رأيي بدون أي تأثير وده طول عمره الوضع في المراجعات بتاعتنا وحيفضل الوضع في المراجعات بتاعتنا لغاية نهاية القناة دي ممكن جدا أشارك في حملة ممكن جدا أساهم في تسويق فيلم قبل ما يتعرض ولكن بمجرد ما بدأ عرضه الموضوع خلص فأنا بقى رأيي المحايد جدا في فيلم المطاريد هو إنه فيلم لطيف فيلم متماسك في حدود اللي إحنا ممكن نتوقعه من فيلم كوميدي مصري في المواسم بتاعتنا دي لو حنتكلم على مستوى القصة فالفصول بتاعتنا وقف على حلها وسهل جدا نتتبع رحلة كل الشخصيات تقريبا وعلى مستوى مهمة الفيلم في إنه يسعد المشاهدين فأعتقد إنه هو بيقوم بالمهمة دي بدرجة نجاح مرتفع بس يبسط المشاهدين دي تعتبر جملة ضعيفة شوية بالمقارنة مع اللي الناس ممكن تتوقعوا من فيلم مصري كوميدي إحنا مش دخلين ننبسط بس إحنا دخلين نضحك وندحك بشدة كمان للأسف ده مش حنلاقيه في فيلم المطاريد وبالأخص في النص الأول من الأحداث وأنا بتابع الفيلم كان في حالة ابتسامة عامة تجاه كل اللي بيتم تقديمه ولكن لم يرتقي أبدا لمرحلة الضحك اللي من القلب ده ممكن يكون عادي ومقبول جدا لو كانت دينية الفيلم من البداية ولكن ده مش حقيقي الفيلم راهن بشد على بعض المواقف إن هي تصدر ضحك أكتر من كده وماعتقدش إن هو كسب الرهان ده سمع عامة أنا حستها في كل المواقف بتاعت النص الأول من الفيلم وهي إنها غير مكتملة مواقف كتير لو حكيتها لحضراتكم ممكن جدا تتخيلوا إيه كمية الضحك والكوميديا اللي تطلع منها ولكن لسبب ما داخل الأحداث كانت متسرعة قوي وبتنتهي من قبل ما توصل للمرحلة اللي ممكن نتفاعل معها بجد هنا طبعا أنا محبط شوية من اللي الفيلم بيقدمه بس في نفس الوقت عاوز أشكر أسرة الفيلم على إنهم ما حلبوش بعض المواقف بعد ما أدركوا إن اللي هم أصدهم عليه مش هيوصل كتير من المواقف دي اتمنطقية ومتوقعة جدا داخل قصة الفيلم زي المفارقات بتاعة اكتشاف بطلنا حقيقة النادي اللي هو ورثه الفصل المعتاد جدا في الأفلام الرياضية الهزلية وهو عملية تكوين الفرقة وطبعا انطلاق الرحلة من نقطة الهزاء من نقراء اللي الفريق ده بيتعرض لها ومواقف أخرى مبتكرة جدا تم تقديمها يمكن نكون بنشوفها جوى الفيلم ده لأول مرة في حاجات منها أفضل من حاجات تانية ومفيش ولا موقف منها وصل لمرحلة السخافة بس إجمالا النص الأول بتاع الفيلم هو النص الأقل النص التاني من الأحداث أفضل بكتير يمكن سمة أسر المواقف فضلت مكملة معانا وبرضه مفيش حاجة منها على مستوى الكوميديا ارتقت لمرحلة الضحك اللي أنا كنت متخيله وبدأت أقدر رحلة البطل اللي تعتبر نمطية بشكل كبير ولكن فيها بعض المحطات العابرة اللي ممكن برضو يتقال عليها مبتكرة يعني يا جماعة مش هنخبع بعض إحنا كلنا عارفين رحلة البطل في فيلم زي ده بتكون إزاي ظهور في مجتمع جديد ببعض الأطمع خداع الناس اللي حواليه من أجل تحقيق هدفه ولكن بيحصل تغيير لتفكيره من خلال التجربة وبيتقلب لإنسان جديد على المستوى الدرامي الفيلم أقدم التحولات دي كلها بشكل كويس جدا كمان مرة داخل حدود ما يمكن توقعه في فيلم كوميدي بس مع الوصول للفصل التالت جودة التحولات بترتقي شوية كمان فوق التصنيف ده والسر في ذلك هو التأثر العاطفي أثناء رحلة البحث عن الضحك في النص الأول من الفيلم اتقدمت حاجات كتير سهلة قوي إن المشاهد ما ينتبه لهاش الحاجات دي كلها بيتم استدعائها في الفصل الأخير وبيتم استغلالها بأفضل صورة ممكنة هنا المواقف بتاعتنا أخيرا بتبتدي تاخد حقها والتواصل العاطفي ما بين المشاهد وما بين الأحداث بيوصل لدرجة مرتفعة جدا يعني درجة الدحك اللي أنا كنت متخيلها داخل الفيلم ما لقيتهاش ولكن درجة التأثر اللي لقيتها ما كانش ممكن أتصورها وسبحان الله بمجرد ما تبتدي تتواصل عاطفيا مع أي أحداث قدامك أقل درجات المحاولات الكوميديا بقت فعالة أكتر بكتير هنا لما الفيلم حاول يدحكني اتحكت فعلا رغم أن مستوى النكت والإفهات ما تحسنش كتير يعني ودي من المرات القليلة اللي بشوف فيها فيلم كوميدي بقى بيدحك أكتر بعد إدراك المشاهد إنه واخد نفسه على درجة عالية من الجدية على مستوى الصورة والفنيات الأمور جيدة بس للأسف ما فيش نجاح كبير في التحدي الأكبر وهو بكل تأكيد تنفيذ المشاهد المتعلقة بكرة القدم اللي ما وصلتش في أي مرحلة إنها تبقى جد لدرجة الإقناع ولا إنها تبقى هزلية لدرجة الإضحاق اللي أنا كنت متوقعه جماعة أنا عمل عيد وزيد في تعبير الإضحاق اللي أنا كنت متوقعه لأن بجد المواقف بتاعت الفيلم كانت المفروض تجيب أكتر من كده بكتير بس بكل تأكيد ما هياش مواقف سخيفة على مستوى التكسيد عاوز أبدأ بأفراد فريق المطاريد أو أفراد فريق الإضحاق وعاوز أقول إن الأبرز في تأدير الشخصي هو مصطفى غريب حارس المرمى سيد دكة هو محظوظ شوية الصراحة مش لأن المشاهد بتاعته أكتر ولكنها الأطول وهو الوحيد اللي أقدر أقول إن أغلب المواقف الكوميدية اللي عنده مكتملة وهو عنده طبيعة خاصة في الكوميدية أعتقد إن إحنا مفتقدينها حاليا وده اللي أنا كنت متوقعه من طهد سوقي وبالفعل حضوره في الفيلم لطيف جدا بس الحاجات اللي أقدمها عاوز أقول إنها ما كانتش أفضل وسيلة لإبراز أسلوب الكوميدي المتميز عمل حاجات كوميدية نجحة جيدة ولكن أي حد تاني كان ممكن يعملها الأكثر مخاطرة تنبقى كان محمود الليتي عنده 3 أو 4 محاولات كوميدية متفجرة برضو لو حد حكاها لحد ممكن يضحك من الفكرة بس بس للأسف معاي أنا على الأقل اللي كانت نجحة محاولة واحدة فقط وكانت في الفصل الأخير من الفيلم وطبعا ما ينفعش نجيب سيرة المخاطرات الكوميدية من غير ما نتكلم عن الدور بتاع إياد نصار تحول كبير جدا في الشكل من خلال المكياج وتحول كبير جدا في طريقة الأداء وفي الصوت كمان حقيقة درجة المخاطرة ممكن تثير الاستياء لو ما كانتش موفقة ولكنها في تأدير الشخصي كانت جيدة جدا يكفي إن كنت بنبسط تلقائيا في كل مشهد هو بيظهر فيه حد ممكن يتفرج ويحس إن درجة الكارتونية في الأداء مرتفعة جدا وأنا عاوز أقول إن ده بكل تأكيد مقصود وكمان مرة موافقة الباقيين من كويس لجيد مفيش حد برز لدرجة إن يعاوز أتكلم عنه وبكل تأكيد زي ما قلت مفيش حد دايقني البطولة عندنا لأحمد حاتم في دور صلاح واللي كان كويس في الفصل الأول والفصل الثاني بس ما كانش عنده أي حاجة مميزة أو مبروزة لأداءه ولكنه بكل تأكيد الأبرز في الفصل الثالث أفضل مشاهد الفيلم على الإطلاق هو بطلها لوحده ومعاه حاجة كده مش عاوز أحرقها خالص لإنها من مفاجآت الفيلم كده فاضل حد؟ مش فاضل حد قلنا كل الناس طار عماد في دور فريدة مركز الاهتمام الرومانسي من صلاح بصوا يا جماعة خط الرومانسية في الأفلام الكوميدية في الأغلب بيكون موجود وفي الأغلب بيكون الأقل إثارة للاهتمام لأنهم في الأغلب لما بيجيبوا ممثلة تعمل مركز الاهتمام الرومانسي داخل فيلم كوميدي بتبقى زي ما تكون نازل علينا من فيلم تاني لا عارفة واكب الكوميديا ولا عارفة تتفاعل معها ولا عارفة تعمل أي حاجة ولكن الأمر مع طرعمات كان مختلف بجد والله مش عشان هددتني بس من أول ظهورها هي كانت أداة مهمة جدا في دفع الكوميديا صحيح زيها زي غيرها ما سعدتش في أنها توصل بمستوى الكوميديا لأي حاجة أعلى من كويس لجيد بس كونها معانا في الجو وفهم إحنا جايين نعمل إيه خلى التجربة كلها منعشة وخلى مشاهد الرومانسية مش فصيلة كمان في تحول مهم جدا في الفصل الثالث هي برضو تعتبر بطلته وجسدته بشكل كويس جدا أظن أنا كده زي الفل كلام يكفي ثلاث أفلام قدام فيلم المطاريد فيلم لطيف جدا وتجربة كوميديا جيدة ولكن بكل تأكيد كان يطلع منها أفضل من كده بكتير يحسب للفيلم أنه أمن للمشاهدات العائلية وده أنا شفته بعيني في السينما اللي كانت مليانة واللي كان فيها أطفال وكل الناس وهم خارجين كانوا مبسوطين يحسب لي أنه عامل فصوله بجدية ويمكن ده كان طقل إنقاذ لي في الفصل الأخير ويحسب لي بكل تأكيد درجة التواصل العاطفي اللي فرضها علي كمشاهد نجوم الكوميديا اللي موجودين في الفيلم ما تمش استغلالهم بأفضل شكل ممكن ولكن هما بكل تأكيد ما لهمش أي ذنب فدا أغلب المواقف اللي هما موجودين فيها زي ما يكون حد شد عليهم سكنة الكهرباء وهما في نص الشغل وطرع ماد أفضل ممثلة في المنطقة كلها طبعا أنا مش فهم إيه ميشيل ويليامز اللي رشحه للأسكر دي أصلا تقييمي لفيلم المطاريد هو 7 من 10 وما زالت أسطورة فيلم 424 صامدة عبر التاريخ مناقشة الحلقة مين من نجوم الكوميديا اللي موجودين في فيلم المطاريد تتوقعوله النجاح الأبرز في الفترة القادمة إن شاء الله ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك لحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشتاج لكم الحلقة تأول باول تابعوني على فيسبوك تويتر وإنستجرام وباي باي اشتركوا في القناة